متابعة فقراتنا رح بتكون مع ميلاد وضيف طول اليوم وعن جد رح نضل نقول ما بدا أهلت صباح الخير بالغام من كل شي عم بصير نضل نقول صحيح ما بدا أهلت وعننا قدرة لأنه نغير بفتكر أصعب شي بنوصل لمرحلة نقول أنه ما عنا قدرة لنغير وأنها تتحول هالفكرة لمعتقد براسنا ونعيش فيها بقى بصير ينزل هيك بأفكار وعواطفه بصير ينزل وتتحول لمعتقد وبتصير وكأنه هاي القاعدة أنا ما بقدر غير مبلا ما بدا هالقدو بقدر غير رغم كل شي اليوم يمكن ضيفتنا أول شي هي زميلة وفرح مراد أهلا وسهلا فيك فرح فرح يعني بوقت انفجار يلي صار بيه طرابلوس كانت متواجد رح أترك فرح تخبرنا القصة ونحن اليوم موضوعنا كيف ممكن نتخلص من الزكريات السيئة فرح أكيد عندها زكريات سيئة انطبعت من رأسها عن الانفجار كل الناس اللي عم يشوفونا بيحيلة موضوع إلا ما يكون فيه صور بترجع لهم من الماضي لأحداث سيئة عشوة منقدر إذا طبقنا بعض التقنيات واليوم رح نطبق بعض التقنيات البرمج اللغوي العصبية لحتى نتخلص من أي ذكرة سيئة عن نياه براسنا بعدها بتعملنا انزعجات رح نشوف كيف بتنزعج فرح اليوم من الحدث اللي صار خلنا نقول من أيام يعني بطل حاضر صار من الماضي بس فرح بدي أعرف بس شوية القصة ولو بريفلي وين كنتي وقت الانفجار كيف تصرفتي شو صار نحنا كنا بشارع دغري بارالي الوراء للانفجار كنا عم نحنضر حالنا لأنه كان عارس خيي هاي تليلة وفجأة كل الناس اللي عم ضبط حاله هيك ترع الانفجار عنا تكسر لأزيز بعدين فجأة صار كل العالم كل شي غري بطل في ألوان فجأة صار غري كله كله رمادة هلأ عم تشوفي صوار يعني عم بروح عيونيك شوية عم تشوفي فيديو شو عم بتشوفي عم شوفي وقت عم بطلع اتفرج انه بنيات كيف كله صار تقريه وشجر يعني بس بس تفكري بالانفجار بيرجعلك هيدا الفيديو دايما ايه هو زيتو هيدا وشي تاني كمان شو هو الشي تاني اللحظة اللي عرفت انه معقول بي كان انه بالجامع هيدا شو بتشوفي تشوف انه عم بطلع بالنس انه لا بدي هلأ يكوني كنا ساعة هون حسيت انه صرت بطلت معن صرت غير محال طب هلأ لما برجع بقولك انا حادث الانفجار اللي صار شو اول صورة بترجع على بالك بركي انه الدينة كلها قريبية هلأ شفتيا لانه الدينة كلها قريبية عم شوف بعيونك انك عم بتشوفيها بس تقول قبل ما تابع فرح معيك تقول غادا انه نحنا كل حدث بيصير معنا بمنشكله صورة هالصورة فيها تكون صورة ستل سابتة مثل حالة صورة عنا ايها او فيها تكون فيديو طب انا لما بدي انزع اليوم التقنيات رح نعملها مدى ازع تأثير هيدا الموضوع لي لما بنزع الصورة بحد ذاتها اللير يلي محطوطة براسك بس بدي اقليك شي فرح انت كل مرة بتتذكري هيدا الموضوع كل مرة كنت عم بتزيديه له تأثير له براسك كل مرة كنت عم بتزيديه لير لهيدا الموضوع براسك لما بتفكري بالموضوع شو بتحس بجسمك بحس انه هيك منو كأنه عن جد ما معقوله ما معقوله سير كل ثانية بحس كيف؟ لا بيجسمك شو بتحسه معتك هلأ شدت معتك كيف عم تبرم لقدام هلأ طب شو رأيك أنا وياك نزيدها فينا نزيدها خليها نزيدها خليها تبرم بسرعة أوكي تبرم بسرعة 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 خلية تعمل فيه معلش راح تروح خليها تزيد أوكي زادت طيب لطالما احنا قدرين نزيدها فإذا عنا قدرة نعملها لورا فينا نعملها لورا نخففها يلا بلا نبرم لورا سبنت لورا أوكي لورا 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 ايه ما زعوجي هلأ ايه أوكي بدي رح ترتاح من هدا الموضوع بفكرة انه رح عاملوا انه هيك بتكنيك صغير بيخليك شوي تنزعي هالذكرة يلي براسك بدي هيك بس تغمضع يونيك أوكي تتخيلي حالك انك بالسينما قاعدة بالسينما على أول أول رو أول صف بالسينما عم تشوفي الفيديو يلي أورادي هيدا براسك عم تشوفي بس انت هالمرة منك بقلبه انت قاعدة بالسينما عم تحضري من أوله لآخره بس يخلص الفيديو يعطيني علم انه خلص خلص؟ جاي غمض عيوني بس خلنا نعمله هالمرة بس خلنا نسرع الصور يلي عم نشوفه يعني بدي يسير انت بتشتغل تليفزيون بتعرفي بالتقنيات خلنا نعمله كأنه أسرع خلص؟ غمض عيوني كمان شويك هالمرة نعمله من آخر صورة لأول صورة أوكي ريواند بس ريواند على مهلك ريواند 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 الفيديو أوكي خلص؟ خمض عيوني كمان معلش عم عزبك براح يلا رجعي ردي كمان للفيديو أوكي لأول صورة أوكي شو هي الفيبرت ميوزيك تبعيك؟ ما بعرف شوف كتير فيبرت ميوزيك مثلا شي كارتون فيه قوم دخلكم عند فيك تقوم باكي في شي كارتون مثلا بينك بانتر شي اي بركي طيب يلا انت عملي وانا هعملك البينك بانتر أوكي يلا الفيديو عم تقطعي عم نقطعه بسرعة وانا عم بعمل موسيقى تن ترى 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 اي بيلبق بيلبق طيب هلأ حنجع نعملو ريواند ونحط الموسيقى أوكي يلا هي زيتا بس خالص انت حطي كمان الموسيقى خليه ببالك هالموسيقى اللي ما قالي عليها قبل حدث ونضاف عليها موسيقى الشاف بيصير بيدحك الموضوع اكتر اي اي عم بتصرفاني اي صرف معلش احط ايدي على كتفك طيب فرح اذا فينا نعملو هلأ يلي نعملو انه انت تطلعي على رأس السينما على اخر رو من السينما عم تشوفي حالك قعدي بأول رو عم تحضري الفيديو فيكي تعمليه اي حجاري جاربي يلا اكيد فيكي تعمليه ولا انت قعدي فوق عم تطلعي براسك عم تشوفي يعني رأسك من وراء شعراتك عم تحضري الفيديو اي صار ونقطع الفيديو اوكي اطلعي خليص طيب من واحد لعشرة اول شي جاري فاكريلي بالفيديو ام فاكري فيه بعده الكرامبي ما عدتك لا لا عادي راحي انا احكيك هلأ عادي ما وعلي طب لا ارجعي شوفيه اوكي لا ما بق في هيدا الشهور ايه انا اخلي دستانس هلأ شوية ايه خلاص لان انتزعت الفكرة براسك هاي بكل بساطة صرت عم بتشوفيه بديستانس بطلت رح بتشوفي الحدث وكأنك انت بطارت منه لانه نزعناه ام هلأ اذا بقليك جاري فاكري بالحدث انا تعرف لي وقت قلتلي عن الميزيك لانه اول شي بتذكر اول مما طلع الصوت هلأ بطلت عم بقدر عمله لينك اوكي اذا انت اذا هيدا تقنية شوية شوية براسك بترجعي كل يوم قبل ما تنامي بتعمليها بتنزعي هالقفية اللي عم نعمله هو الشي اللي عملناه هلأ باللغة اللي اسمه disassociation فصلنا بين الصورة وبين تأثيرها بس نفصل بحيلة شي عم نعمله فرح بين الصورة وبين تأثيرها منصير ما منخلي هالصورة تعملنا نفس التأثير جاعي فاكري بليز باللون الرمادي هالصورة اللي عندي كيها ايه مش عمد دايقني كتير ايه محد دايقك وهلأ اذا بعد مرة كمان بنعملها اكتر واكتر من ردة بننزعها براسك يعني هي عنوصل لشاغلة عادة منقول نحن الوقت اللي بنسي مياها او الايام او السنين او الى اخره اليوم عم نجرب نعملها هالقد بسرعة لحتى مضل زي عجتنا ونقول امتين رح ننسيها بعد خمسة شهر او بعد سنة او بعد سنتان صح صح والمشكل هو بانه لما منترك الايام غادة مرات الايام نحن منضفلة يعني هلأ فرح عندها خبرية لو اجت لعندي وخبرت انا خبرية شوي يمكن مشابهة لخبرية الى علاقة بالانفجار كانت تخيلت الشي اللي انا عم شوفه وضافته للمشهد اللي هي عنده وطبعته براسه وزاد عنده براسه الموضوع وكانت تصرفت كمان على انه يعني زاد تأثير هيدا الشي نحن براسنا بدماغنا يعني هلأ انا اليوم اذا بقلكم اتنيناتكم بليز خلينا نتخيل بسينة شوف بسينة بس عندها جوان احتار شفتيا شفتيا نو فيه واحد يتخيل بالحقيقة منا موجودة بس عقلي عطاني القدرة ان يشوف بسينة بتركب فإذا عقلي قادر يركب صورة ويفك صورة ويعمل يلي بدأي اذا احنا عرفنا كيف نستغله وكيف نستعمله المشكل هو نحنا لما بنحكي لما بيجي انا بخبرك خبرية غادة او بخبرك عن الحدث اذا انت عايشي شبيه لقلو بتعملي association بتعملي ربط بين الشي اللي انت عايشتي وان الشي اللي انا عم خبره هل ده بيزيد وليش سألت عن معدتها لانو انا كنت مأكد انو الكرامب بتصير هوني هلا اكتر نيسل عم يتابعونا بقول انو انا يوم من الايام عملت حادث سيارة اليوم بس فكر بهذا الحادث بتكمش معدتي بتصير معدتي تبرم تغزل معدتي لانو منطقة في يعني لانو الوحد بصير خايف يتقدر معه نفس الحدث سانو هذا حدث زعبه مية بالمية بيعمل 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 استرس نفسه كانوا عم يرجع عم بيرجع عم بعيشه فيش صورة تانية بعد والله خلاص بتحس حالك انو في صورة الناس اذا وقت شفت ولد ده نقلينه مجروح راسه كمان بتفكري بهذا الموضوع انت اليوم فرح عن جد انت والممكن لكل الناس اللي نحن قلنا حكينا بحلقات انو شو فينا نستاعد لنتخلص من حيالة فكرة لو ما كانت ملاسألة لنا يعني كتر خير الله كنت عم تقولي خيك خيك هلأرجع تزوج من قلله مبروك لانو هاي الحياة بتتكمل وهي ممكن احلى خبر خبرتيني اليه اليوم انو خيك تزوج وموقف هيدا شي عائق امام انو احلامه وطموحاته بس مرات نحن منكون مشتركين بالحدث نوعا ما عن قريب او عن بعيد بيترك عنا اثر بيترك عنا اثر ومرات اذا بيترك مرات هيدا الاثر ومرات ما بنعرف شو السبب يعني انا يمكن لو بكرة انت يمكن بكرة كنت تشوفي ولد ماشي على الطريق ما قولي خلينا اجهل خليك تتذكر الولد يلي اللي كان مزلو لانو الكونكشنز اللي بنعملها بعقلنا فرح ما بنقدر ما بنقدر نضبط نشوف نحنا كيف نعملت هالكونكشنز هلأ فيه شقة تاني كمان بس حتى هون هايك هايك عم نحكي عن الصور اوقات فيه اشياء منشوفها يعني بهيك اذا بدك حدث كبير منشوف اشياء ومنعمل اشياء بساعة الساعة او بعد يومان تلاتة ما بنتذكرهم بيمرق اوقات عشر تيام او اصبعين بعد الصلمة بعدين غير الاشياء اللي هي عم بتشوفها منرجع عم نتذكر انو عملنا هيك ودهرنا هيك وركدنا هيك وكان فيه هون هي مضبوط على الكرسي كان فيه صورة مكسورة وشلتة وليش ما عم بتذكر بسي وحب يسأل حاله ليه ما عم بتذكر هلأ هولي تذكرت اني عملتن بس بتعرفي غادة بهيدا شيء هولي بينضافه مضبوط وهولي يعني تانكوا على الشيء اللي قلتي غادة لسبب انت عم تعطي للقصة حقيقة اكبر يعني لما بتفوتي على القصة وبصوري تعطيها تفاصيل اكتر مثل انو هلأ انتبعت مضبوط انا طلعت من هيدا الباب هلأ تذكرون اولا من الاول بس اعملتن هدولي رفلكس بلكو هكي بس اعملتن عم بتزيد عم بتزيدية لانيك خليها تصير حقيقة اكتر عم تعطيها دوافع من ورا شو من ورا الحواسة اللي عندك بنرجع لهم بنرجع لفكرة الصورة ما نحنا عاقلنا بخزن كيف بخزن من ورا حواسنا من ورا شي اللي سمعناه قالتلي الصوت من ورا شي اللي شفناه من ورا الغبرة شي اللي شميتي يعني انت اليوم حتى لما رح تشمي الغبرة زيتة رح ترجع تعمل لك نفس المشاعر ليش لأنه نعمل شيء اسمه أنكر تعرفي أنا ليش لما أنت كنت مبسوطة قلت لك معنى شيء رح حط إيدي حط هون كنت عم بعمل نوع من أنكر لحتى لهيدا الشعور يكون عندك يكون تسبتيه هيدا الشعور يكون حقيقي شعور بالأمان شعور بالراحة هلأ بعد عندي كانت لديه ياريت بعد كان عندي وقت أكتر لأعمل أنه هيك شيء اسمه بس أنا اللي بدي أقول لك إذا اليوم أنت بعد عنديك إذا اليوم أنك حس بالأمان فيك تتذكري مرة كنت حاس فيها كتير بأمان فيك هلأ ترجعيها تتذكر بي ما حال حاس كتير بالأمان بأمان كنت بأمان كنت بحالة بالسجو فيك تغمض عيونك وبدأيك بس تتذكري ترجعي لأمرة كنت فيها حاس كتير أنك بأمان وأنه كل الإشية ظابتة معك وأنه عن جد هذا شعور الأمان كان عم يتملكك فينا نزيدوا هذا الشعور يعني إذا أنا برأيك عدات من واحد لعشرة فينا نزيده جواتي خليط ملكك أكتر واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانة، تسعة، عشرة كمان بديك ياللي هلأ تعاملي هيدا الشعور ياللي هو ياللي جواتك بديك كل مرة أنت بتشعر أنك ملكة هلأ أعملناه كتير بسرعة لازم نعمل أكتر تقنيات بس كل مرة هيدا الشعور أنت بتكوني بتحس أنك بحاجة للأمان فيك تعملي أنكر بإيدك مثل مثلا تعمليها وستوصل إلى لفل عشرة اللي هلأ أنا حطيت تعمليها تسي هيك إذا شربناها أكتر من مرة صار هيدا الشي أنكر لشو لهيدا الشعور بالأمان بيوم من اليوم أنت كنت بحاجة لهيدا الشعور فيك ترجع تعملي الأنكر نفسه وتحصلي على الشعور نفسه جسمنا وعقلنا قادر يتأقلم وقادر يجب لنا الصور البدنية بس مشكلتنا أنه نحن ما منرجع لعقلنا إلا بالصور السلبية ما منرجع بالمموريز إلا للصور السلبية لأنه منخاف منهم منخاف يتكرروا يتكرروا ومنضب المموريز والإشياء والذكريات الإيجابية منضبها ومننسيها يلل يزم نعمله إذا أنا بحاجة لثقة لأمان لفرح لسعادة ارجع لمحل كنت عايش هيدا الشعور زيده وقربته وحمله معي وبتلاحظي أنه بيوم الأيام لما تكوني بحاجة لأقلو راح بتلاقيه بشكلت لأنه جيت لعنة عن جد ويعني كتير فرحتيني أنه رجعت للعائلة هيك قدرت تجتمع حول مناسبة سعيدة اللي هو زواج شائعي وقال لي كل التوفيق إن شاء الله الحمد لله على السلامة كمي مرة لأيكم لكل يلي أكيد قدروا أنه يحصلوا على السلامة بخلال هالنهار مرسي لألك ملايك مرسي غانا نشوفك جمعك جميعي كمي مرة برايك ونرجع ننتابع